خير أمة أخرجت للناس لا نانة الخيرية بسوابين قالت أمرونا بالمعروف وتنهونا عن المنكر طيب يا مولانا ما هو أكبر معروف وما هو أكبر منكر أكبر منكر في الشريعة شنو قتل النفس ذول كتل ذول لا الزنا لا شرب الخمرة لا دي كلها كباير عظيمة لكن في واحد أسوأ 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 من دي كلهم دا دا كعب مرة واحد لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال يا ابن آدم يا ابن آدم يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا قال لأتيتك بقرابها مغفرة خلي بالك الحديثة كويس دي بوريك عظمت هذا الذنب ويوريك رحمة الله سبحانه وتعالى شوف دا رب ديك معلومة خطها في أدانك حلقة في أدانك والمعلومة دي ما تفارقك طلعا لا نهار لابد تخط المعلومة دي بين عينيك تمش لأ الله بأي ذنب الله سبحانه وتعالى يغفر لك لكن ما تمش لأ الله يتمشرك عشان كده إحنا لما نجي نتكلم هنا بنتكلم عن الشرك والتوحيد لأنه من ميزات الأمة شنو يا أخوانا الخيرية فيها بتأمر بالمعروف وبتنهى عن المنكر أكبر منكر الشرك أكبر معروف التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم وصلاة على النبي دي من صفات المؤمنين ربنا كيف صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم فشان كده متكلم لك في الشرك طوالي وفي التوحيد طوالي شان كده رابو التخليب عليك تمام تمش لأ الله بأي ذنب لكن ما تمش مشرك إما شاد مشرك قدتها تورطه والله والله تورطه والريطة كبيرة مرة واحد طيب الشرك ده شنو يا مولانا الشرك ده زاته شنو يعني الكفار ديل الناس العيون خدر يقول لك أمس كبت العيون خدر ده الكافر وانو قال لك والله معانا واحد سوداني زي أنا كده وتلقى كافر أكبر من بتاع أمريكا زاته قاية البلدين انت ما يابل غفر بكون جارك بكون قاية ما أقف في البيت شوف الزرل ما بيصلي ده كافر ده زي داك واحد زي شارون مش ما بيصلي آي كافر الدليل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترقى شنو فقد كفر الشرك والكفر والعمل الكعب ده شنو الكفر ده قوال كلام تقوله سبيت الدين آي زعلان ولا ما زعلان انت كافر فسل بيسيب الدين الفرحان سبيت الدين آي زعلان كافر قل قلت لك قل اعتقدت عقيدة في قلبك ده عقيدة كفرية عملت عمل كفري خلاص موضوعك انت بيجيد أزرق بيجيد حمر بيجيد بمبي انت وقعت في الموضوع ده موضوعك استحمد يبقول جماعة القال جاي شنو بيجيد تقول زي الكلام بتاعنا سبوك الشيخ ناسي العركي وغومك قل لي في نومك زالت هومومك ايوه ده الشرك زاد تخلي الله تناد العركي اي انت وقعت في الشرك زاد بيجيد تقول زي ما بقول عمك بتاع الزريمة قال هوي يا ابو الطاية ويا حامد بعصايا زيل الحصايا وامراد كلايا اما كبير هنا في كردفان وهذا قال جاتو حصوة مش مفرد يقول يا الله قال لا 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 قال هو يا ابو التاية ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني شنو قريب يا هذا كلام الله الله شافع صغير كويس قال فلي ايه ممتاز ده ظل ما عنده ابو الزمن لزمينا كويس قال فلي يستجيبوا لي واليؤمنوا بي لعلم شنو لعلم يرشدون أنا هنا ما عندنا مشكلة يا اخواننا زول يحفظ القرآن دي حاجة تمام تأكل الناس دي حاجة تمام ده كل حاجة كويسة لكن تحفظ الناس القرآن وتأجي بأجايد تعلمون قصيدة تقول ليه ده مديح والقصيدة كلها نلقاه شرك بالله ايوان ده المشكلة هنا ده الموضوع ذاته عشان كده احنا بنجيك متلبين هنا وما بنخليك والله يا ما بنخليك ده تعلم الناس الشرك بالله ما بنخليك والله يا شيخ ذاته عارفنا كويسة الخنجر عارفنا حامد بابكر عارفنا اللي زيرك عارفنا تمام اللي زيرك قاعد وين طفشناه لما مش امريكا يا مش اجحي تيام المحاضرة يقول لك جماعة ده جاينك يقول لغو المحاضرة لما انطفش امريكا عارفنا كويسة في العلم ده بالنجمة بالعلم ده ادلة كتابه سنة قلت دارت نادي الشاخ اهي الله قال لك مات ناديه الله قال لك ناديته ده شرك ربنا قال ان تدعوهم لا يسمعوا دعاكم مجزول الميت ده الفي الكوبة ده مش ميت في الكوبة يا اخوانا زول شعلو كفنو مات ايوه اللي زعى ساعة تمانية فلان فلان مات كويس الحقود ده فين وين حمد النيل غسلتو لسه ما بردنو زول غسلو بغسلو فيو قلعولو هدومو جات غسلو كفنو وادو حنو شالو بالعنقريب جماعة شالو بالعنقريب وادو لك المغابر في جماعة بو نظراتية ده اللي بجيهوك والله تموت جيهوك جيه يقول لك لقيقة دقيقة احفر غريك شوية لسا ينزلوك تالي برقوك يقول لك لسه ما جيهت جيهوك جيه يقول لك املاو طين كويس زال دخلاو جوه الغبر جوه الغبر كويس معاك ودفورو ودو تراب بعد تجي ماريك برا تقول يا شيكال حقني ودفنتو داك شنو تزال مجنون في موقك عشان كده لما نجل نتكلم بالكلام لما ناز بيزعلو يا زالي انا قلت لك ناد يا الله الزال لا مات ده ما بينفاق تاني ده محتاج للحي محتاج لك تدعو له اللهم ان كان معسنا فزيد في احساني وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاتي اللهم اغسله بالماء والثلت والبرد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تقول عوغل حقنا وفزعنا دا شرك ربنا قال ان تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرونه بشرككم ولا ينبئك مستو خبير دا من الشرك بالله وانواع الشرك كتيرة جدا الشرك كتير ناس الكمون وناس الحجبات كويس لكن معانا شيخنا واستاذنا احمد البدوي يتفضل ان شاء الله لكذا ما رجعب نجيك ناس الحجباتين ناسهم بطارة الجمال بيشغلين خريط والله يبيجي السوق هنا يقول لك نعلمكنا الوضو والتيمم بعد ذاك يقول لك عندي حجبات اي وقت موضعك الحجبات ما موضعك التيمم قلت التيمم زالك ما بتعرف والله لو سألته قلت لك جيب ليج دليل جيب دليل التيمم من القرآن ما يستطيع والله ما يقدر لكن عندي حجبات دار يبيعي لك تقلافي بجاي يلقى الناس المساكني خريطهم لك وحدة قاوة داعية ترمي الوضع ور والله راقليك داك قاعد له مع واحدة في السوق كذب ساكن تقول لها الله زول الله خدر الطوي داك تقول لها اي داك داك عمي داك بس تقول لها اهو تقال دالما محتالين مجرمين ناس انزكية يقولوا قلتا مسكن تصدق دالب نجيهم لك كلهم بتاعنا الوضع والكمون وبتاعنا القبب دالتشت بالزات بتاعنا القبب دال ان شاء الله نجيهم لك واحد واحد عريبتك اف نجيهم لك واحد واحد ان شاء الله تبارك وتعالى انت الحاصل فنقدم ان شاء الله اخونا احمد البدوي ذلك وصل اللهم وبارك وانعم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين